بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين هناخد مع بعض النهاردة المحاضرة الخامسة وهي هتكون عن الانتخاب الطبيعي والطفارات هل فعل الانتخاب الطبيعي والطفارات بيقودوا للتطور ولا لسبات الأجناز يقول منادي التطور اللي بيعيده التطور أنه الأساسي في التطور أو خاصة الدروينية الحديثة أنه هو Natural Selection and Mutation Genetic Draft يعني تغير جيني and Mutations تطورات Combined with Natural Selection بالتداخل مع الانتخاب الطبيعي Turned a few simple organisms تحول الكائنات البسيطة into the diverse complex life we see today هو اللي حول الكائنات البسيطة إلى الأشكال الحيوانات المختلفة المعقدة التي نراها الآن يعني بينادوا أنه تطورات بتحصل بينتخبها الانتخاب الطبيعي هو اللي بيطور الكائنات من أدوبة كائنات بسيطة جدا بدأت بيها الحياة إلى الكائنات المعقدة للتصميم اللي شايفينها حوالي التطور أو الداروينية الحديثة على عكس طبعا زي ما قلت داروين كان بيعتمد فقط على الصفات المكتسبة الفكرة الخطأ تماما الداروينية الحديثة تقوم فكرتها على عنصرين همين حطت معها موضوع الانتخاب الطبيعي حطت الطفرات مكان الصفات المكتسبة فطفرات عشوائية تحصل في كائن المفترض أن هذه الطفرات بدل ما هي تسبب تضاهر وسرطنات وموت لا هتنتج صفة جديدة فتنتخبها الطبيعي بالانتخاب الطبيعي تحافظ عليها فيسود الكائن الجديد المتطور ويفنى الأقل التطور ده الفكر بتاع الداروينية الحديثة ندرس مع بعض العنصر الأولاني في الفكرتين دول الانتخاب الطبيعي natural selection هو إن الانتخاب الطبيعي هل هو عامل تطوري الحقيقة لا natural selection زي في تعريفه هو عملية تدريجية يزداد أو يقل شيوع الأنواع في التجمع من جراء التكاثر التمييزي بمعنى أبسط يعني إيه يحصل تنوع طبيعي في الجنس الواحد بسبب الجين السائد والمتناحي والمتراكم والحاجات اللي زي دي كلها بطريقة غير عشوائية ليه لأنها بتتم بسبب تزاوج مختلف أو تناسل مختلف وبسبب طفرات يتنوع الجنس الواحد وتختلف سماتهم قليلا رغم أن هم النفس المحتوى الجيني ونفس الجنس لكن الطبيعة بتنتخب في بعض هذه الأنواع السمات الأكثر ملأمة للبيئة في انتشروا أكثر من الآخرين في بيئة معينة لكن كل ده في الجنس الواحد على سبيل المثال المثال مشهور جدا الكلب متنوع كبير وصغير شعره طويل وشعره قصير تيجي في بيئة بردة الشعره غزير هو اللي أصلح للبيئة دي هو اللي بيتناسل أكثر لأنه بيعيش أكثر فهو اللي بيسود وبيعتبر كده انتخابته الطبيعة أن الكلب أبو شعر غزير هو اللي بيعيش في منطقة بردة والعكس هل داروين هو أول واحد تكلم على الانتخاب الطبيعي الحقيقة لا الانتخاب الطبيعي ده مختراهوش داروين ولم يتكلم عنه داروين كبداية الحقيقة كانت تكلم عنه علماء مسيحيين مؤمنين بالكتاب المقدس قبله وإحنا لغاية دلوقتي طبعا الانتخاب الطبيعي ده موجود فتكلم عنه قبل داروين العالم إدوارد بليث الصيدالي المسيحي وعالم في مجال علم الحيوان الكلام ده سنة 1935 قبل داروين بأكتر من 24 سنة وأحد المراجع العايز يقرأ عن إدوارد بليث قدام حضراتكم بل أصلا داروين عشان يفهم كويس الانتخاب الطبيعي طلب أرسل داروين سنة 1855 يعني أربع سنين قبل ما يطلع كتابه أصل الأنواع بعت إلى بليث يسأله عن الانتخاب الطبيعي عشان بليث يشرحوله كويس بالفعل كلام داروين عن مبدأ الانتخاب الطبيعي والانتخاب التزوجي أو التناسلي هو كله بنلاقيه من دراسات بليث زي ما شرح إزلي وغيره كتير جدا أنه واضح أنه داروين خد الانتخاب الطبيعي من كلام بليث هذا العالم المسيح لكن في تطبيق الانتخاب الطبيعي يوجد فرق كبير ما بين داروين وبلث بليث كان زي وزي غيره من العلماء المسيحيين بينادي بأن الانتخاب الطبيعي بيحفظ على سبات الأجناس يعني الانتخاب الطبيعي الكلب اللي يتخلف معيوب أو ضعيف أو في مشكلة بيفنى وبيستمر من الكلاب السليم القوية فبليث زي بقية العلماء كان بينادي الانتخاب الطبيعي ده منظومة بيحفظ على سبات الأجناس بيبقي الأنواع القوية بيقود لتنوع الأصلحة كلام ده العلمي الملاحظ المختبر واللي بيسود في البيئة لا الضعيف ولا حصله طفرات ولا غيره لكن اللي بيسود مين؟ القوي السليم اللي مش معيوب اللي ما حصلت لهش طفرات ده اللي بنلاحظه ده اللي اختبرناه ده اللي متكرر باستمرار داروين عكس كلام إدوارد بليس أو تطبيق إدوارد بليس رغم أن نفس مبدأ الانتخاب الطبيعي خادوا داروين من إدوارد بليس لكن التطبيق غيره فداروين نادى بأن الانتخاب الطبيعي بيساعد على تغيير الأجناس وده طبعا ضد المبدأ الأصل الانتخاب الطبيعي اللي بيحافظ على سلامة واستمرارية الأجناس وليس تغيرها الانتخاب الطبيعي ما بينتخبش الكائن المتغير اللي حصلت له طفرة فهو اللي يسود الانتخاب الطبيعي بيخلي الكائن المتغير يندثر والكائنات الغير متغيرة القوية السليمة الغير معيوبة هي تستمر عشان يستمر الجنس كجنسه طبعا الكلام ده والدعم حضراتكم المراجع الانتخاب الطبيعي بيعمل على حفاظ الأنواع قوية وسليمة عن طريق إزالة الغريب يعني اللي تحصله طفرة فيبقى فيه حاجة مخلفة للمجموعة الأصلية القوية المعيوب الضعيف ده اللي بيتم إزالته ويبقى على مين على النوع القوي السليم اللي بدون طفرات ده مبدأ معروف فحتى القاعدة الموجودة في علم الأحياء الكائنات لو موجودة ولكن حصلت طفرة فكائن بيقى طولة رجلي فيه فبقيت مش متنسقة مع بقية الأرجل طول فيه شيء ولا قصر ولا اتغير ولا تعوج ولا التنى ولا وتفر بقي مش مناسب يحصل إيه؟ يهجم عليه عدو زي أسد بيهجم ورا مجموعة غزلان خراف حمر وحشي وغيره المعيوب ده أول واحد هيتم استياده فهو له يزال أول بأول وتستمر الأنواع القوية اللي ما حصلش فيها لها الحاجة اللي طولت بشكل مخالف ولا اللي قصرت ولا اللي تعوجت ولا اللي تلفت ولا الكلام ده فده ضد دعاء التطور تماما فلو ظهر فيه مجموعة فردة غريب بيه طفرة ما الانتخاب الطبيعي مش هيعمل على انتشهاره وان هو ليه بقى سائد الانتخاب الطبيعي يعمل على فناءه ليس فناء الأقوياء الأصليين من المجموعة بقاء هذا الغريب المعيوب المخالف بسبب طفرة ده ضد الانتخاب الطبيعي فإن كان أصلاً اللي بيه طفرة يافنى فهو طبعاً مش هيتطور ومش هيسود أصلاً فبالحقيقة مبدأ البقاء للأصلح survival of the fittest ده صحيح ولكن عكس التطور survival of the fittest مش survival of the different or mutated survival of the fittest هو بقاء السليم الأصلح للبيئة مش زود طفرة يعني الانتخاب الطبيعي بيعمل على إزالة المخالف وبقاء الجنس الثابت الغير متغير الغير مخالف الكلام ده يشرحه العلماء دارلتون يشرح أنه ليس لتغير جنس الانتخاب الطبيعي يعمل على ثبات الجنس إشكالية داروين اللي خليته يطبق مبدأ الانتخاب الطبيعي خطأ وهو زي ما قلت لحضراتكم وهو للأسف داروين كان مقتنع بكلام العالم الفرنسي الشهير لامارك بموضوع الصفات المكتسبة فقال لك حسان يحاول يجري أكتر فيكتسب صفة جديدة أن عضلاته تكبر أكتر فيبقى هو اللي يسود الغزالة تفضل تحاول تمد رقابتها شوية فتطور رقابتها شوية فصفة المكتسبة تورسها لولادها وهي اللي تسود طبعا الكلام ده خطأ ليه؟ لأن داروين ما كانش يعرف حاجة عن الجينات وما كانش يعرف أن التفارات دي عيوب جينية ده شرحوا مارك وميلتون وغيرهم كاثرين ووضحوا الخطأ اللي وقع في داروين في هذا الأمر الشيء المهم جدا في الانتخاب أنه أيضا الانتخاب الطبيعي قوة غير خلاقة الانتخاب الطبيعي ما بيضيفش شيء جديد ما بيخلقش صفات جينية جديدة لكن الانتخاب الطبيعي بيعمل على انتشار السليم لأنه أكثر مناسبة وبيحافظ على ثبات النوع في هذه البيئة من التغير بإثناء الغريب الكلام ده مش قالوا علماء عاديين ده قالوا أشهر علماء التطور زي ستيفن جولد قال الكلام ده قال الانتخاب الطبيعي يحافظ على بقاء واستمرارية الغير متغير ده اللي بيعمله الانتخاب الطبيعي الانتخاب الطبيعي ما بيضيفش شيء ما بيغيرش شيء فستيفن جولد من هارفرد أكد الكلام ده فداروين اللي جاهله بالصفات الوراسية والجينات اعتبر خطأ أن الانتخاب الطبيعي أنه هو القوة الأساسية للتطور كل شيء من أول كائن حي بسيط جدا وحيد الخلية اتطور لكل أجناس المعقدة اللي موجودة حوالينا بتصميمها فمبدأ داروين أو القاعدة الأساسية أو التطبيق الأساسي اللي بان عليه داروين عن الانتخاب الطبيعي هو أصلا خطأ لكن مفهومه هذا خطأ فالانتخاب مش قوة تخليقية العكس الانتخاب الطبيعي النظام مصمم يحافظ على الأجناس فلا الانتخاب الطبيعي بغير الكائن ولا الصفات المكتسبة تورس فتغير الكائن ده أكد أن أساس فرضية داروين خطأ وما بني عليها فهو خطأ في خطأ علماء التطور أيضا يعترفون داروين فعلا أخطأ وأن الانتخاب الطبيعي بيحافظ على الأنواع وما بيخترعش شيء جديد زي كلام دانيال بروكس وغيره وكثيرين وكلام ده اتنشر في مجلة ساينس فناتشرال سيليكشن مش اتس نوت اكرياتي فورث داز نوت بروموت سبيسييشن ما بيغيرش ما بيضفش ما بيخلقش هو فقط بيحافظ على سلامة الأجناس اعترف مين لوينتون وده من المشاهير برضو كلام ده اتنشر في ساينتيفيك أمريكا لوينتون ده يعتبر أبو العلماء كثيرين من زماننا الحالي وده من المؤيدين التطوره ولكن قال ان التكيف هو موجود قبل الانتخاب الطبيعي عشان كده الانتخاب الطبيعي لا يعمل على التكيف انت لازم تكون عندك كائنات متكيفة في البيئة زي الكلهاب ومشاعر طويل المتكيفة في البيئة البردة ده موجود قريدي قبل الانتخاب الطبيعي بل التكيف الموجود بالفعل هو اللي يقود الانتخاب فيما يطلع كلب مغير شعره يقصر شعره يبقى أقرع غيره الانتخاب الطبيعي يزيله فالانتخاب الطبيعي بيعمل على الكائن المتكيف يحافظ عليه في بيته بل داروين شعر انه كلامه ما كانش دقيق فبعد 14 سنة من كتابه اعترف انه الاساس اللي اعتمد عليه اللي هو فكرة الانتخاب الطبيعي قال ان على فكرة فكرتي ان الانتخاب الطبيعي ده فقط اعتباره عامي يعني ايه وجهة النظر لكن بتطقيق النظر سنجد انه لا يحدث تغير لأي جنس واحد ولا ايضا نستطيع ان نجد اي تغيير هو مفيد رغم ان هذا هو اساس النظر ايه يعني داروين نفسه عارف وعرف واقرب كلام ده بعد 14 سنة من كتابه وانه فكرة الانتخاب الطبيعي يقود للتطور ده بس وجهة نظر لكن المدقق هلاقي اللي بيحصل العكس انه ما بيحصلش تغير الجنس الجنس هي رقعت زي ما هو والتغير اللي ممكن يحصل ما بيبقاش مفيد ده بيبقى مضر وبيتزال رغم انه في اساس نظريته ان يحصل تغير مفيد انتخبوا الانتخاب الطبيعي ولكن مش ده اللي بيحصل ومش ده اللي هو حتى شافه بعد 14 سنة من كتابه يعني صاحب الفرضية نفسها اعترف انه وجهة نظر فقط لكن الحقيقة هي عكس كلامه ان سبات الاجناس والانتخاب الطبيعي بيحافظ على الاجناس والتغيرات الطفرات غير مفيدة ولو حصل الطفرة بيزلها الانتخاب الطبيعي بل اعترف ان الاجناس لا تتغير امامه والتغيرات غير مفيدة ايضا في كتابه التالي وهو كتاب نسل الانسان اللي كتبه سنة 1871 اعترف بطريقة ضمنية الانتخاب الطبيعي هو بلا امل لاحداث التطور يعني اقر كل اللي هو قاله لا مش بيحصل لكن الكلام ده للأسف ما اخلوش بيه هم كانوا عايزين نظريت التطور باي شكل عشان يجاوب على السؤال من اين قتت الخلائق وكل الادلة اللي يتوضح خطأ التطور ده رموها عرض الحائط بما فيها اعتراف صاحب النظري نفسه الانتخاب الطبيعي هو عملية تشبه مال اللي بنسميه في اي مصنع اللي هي الكواليتي كنترول ضبط الجودة مسؤوليته ايه؟ يفضل يبص على المعيوب ويكشف المعيوب ويزيله عشان ما يطلعش منتج معيوب مش يحافظ على المعيوب ويزيل الأصحاء ويرميهم الغير معيوبين وغير مختلفين فالانتخاب مش زي ما ادعى دارون الانتخاب هو عكس الادعاء دارون فهو لا يطور بل الانتخاب الطبيعي يمنع ادعاء التطور او التغير كلام ده برضو مش كلامي ده برضو اعترف به احد علماء تطور مشهولين زي ستيفن جولد الشهير جدا وقال الكلام ده فالانتخاب الطبيعي لا يسبب تطور بل العكس الانتخاب الطبيعي يسبب ثبات الأجناس بل العكس نيجي للنقطة التانية او العنصر التاني الاساسي في كلام دارون المهم جدا او الدارونية الحديثة المهمة وهي النقطة التانية اي هي الطفرات الميوتيشن الطفرة او الميوتيشن الطفرات ايه هي الطفرة الطفرة is a change of the nucleotide sequence of the genome هو تغير في الترتيب بتاع النيكليطائد في الجنوم يعني تغير في المعلومات الجنية والعوامل الوراثية المتحكمة في صفات معينة سواء بتغير اضافة انتقال جزء من منطقة لاخرى او حسف او اختلاف او ضيع اكواد او هكذا يعني الطفرة ما بتخترعش جين جديد من عدى موجود سابق والطفرة لا تعتبر طفرة حقيقية الا لو اصبحت هذه الطفرة مورثة يعني ايه يعني لازم تبقى موجودة في الخلايا التناسلية وليس الخلايا الجسدية ما علاقة الطفرات بالتطور في البداية داروين زي ما قلنا ما كانش يعرف اي شيء عن الطفرات ولا المعلومات الوراثية ولا الجينات هو مفكر السفات المكتسبة تورس وده طبعا خطأ وخلاص على كده عشان كده داروين اصلا ما تكلمش على الطفرات لكن لما فشل علماء التطور في اثبات حدوث التطور بالانتخاب الطبيعي وبعد ما فشل تماما ادعاء توريث السفات الجسمية السفات المكتسبة فبقي ما فيش حل طب التطور بيحصل ازاي اذا كان السفات المكتسبة ما بتورسش والانتخاب الطبيعي ما بيخلقش طب يعملوا ايه فملقوش الحل غير في الطفرات اللي كان معروف لما اكتشفت ان هي مضرة وتسبب سرطان وقاتلة لكن ملقوش غيرها هي الحل الوحيد والاخير والملازل الاخير اللي يلجأوا اليه لإثبات حدوث تغير وتطور ده اللي لجأ اليه التطورين هو ده مصدر اللي ما يسمى بالداروينية الحديثة النيو داروينيس وهي اللي بدل ما كان الانتخاب الطبيعي الوحده في رأي داروين اصبح الانتخاب الطبيعي مع الطفرات العشوائية فالتطور زي ما يحضو لك يعني في ابسط صوره يعني الانتخاب الطبيعي اللي شغال على طفرات عشوائية فهؤلاء تخيلوا او يتخيلوا ان كل الاجناس تطورت ازاي الجنس تحصلوا طفرات عشوائية الطفرات العشوائية تعمل تغيرات وتضيف حاجات قوم الانتخاب الطبيعي ينتخبها فتبقى اكثر تطور وهو ده اللي يسود وينتشر واللي قبل كده يافنم ويفترضوا ان الطفرات تتراكم لغاية ما بتنتج صفة جديدة ولا عضو جديد والصفات الجديدة تتراكم تكون لنا جنس جديد فعشان يطور كائن من جنس لجنس اخر بالطفرات في عدة اجيال محتاج عدة حاجات ايه هي لازم تكون الطفرات كثيرة الحدوث جدا اتنين لازم تكون الطفرات كلها مفيدة لان لوحدة مضرة في النص الدنيا بازد تلاتة يستلزم ان الطفرات تتراكم وبكثرة ويكملوا بعض عشان يعملوا تغير كبير كافي اربعة يستلزم ان الطفرات دي تكسب او تضيف جينات بالطفرات يعني الكائن يكتسب جينات جديدة بالطفرات الجينات دي اصلا ما كانش ليها وجود سابق في الدين ايه عشان تخلق شيء جديد خامسة انه يستلزم ان الكائن في كل جيل ينجو اثناء ما بتحصل الطفرات الصغيرة المتتالية اللي لسه ما ضفتش حاجة جديدة هي في المستقبل في الاجيال الجاية هتضيف لكن هي لسه ما ضفت لهش شيء حتى لو كانت غير مناسبة في حياته او مدمرة له احيانا لكن لازم ينجو لغاية ما في النهاية في اجيال عديدة تتجمع كل الطفرات دي ففجأة طلع لنا صفة جديدة والعضو جديد عشان يكون جنس جديد كل الابادئ اللي تعتمد عليها التطور في الطفرات لا يحدث في الواقع على الاطلاق بل الخمس قواعد اللي بيحصل في الواقع هو عكسهم تماما وهو الصحيح علميا الطفرات متعملش كلام ده الطفرات تحدث وبقلة ولو حصلوا بقلة ممكن تسبب تنوع زيادة في التنوع واغلبية الطفرات تدهور وقاتلة واغلبها ما بيورس ولو ورسد بتبقى مشكلة ولا تضيف اي معلومة جينية جديدة ولا تحدث تطور لجنس جديد فالفرضية بتاعت الدعاء ان الطفرات تقود للتطور يوجد خمس حقائق وقواعد علمية في قوانين الطفرات للعيسة الفرضية دي بقى قوانين في الطفرات تخلفها اول قاعدة في الطفرات ان الطفرات نادرة لان الجسم بيعمل ضدها فالطفرات مش الجسمية بس طفرات الجنسية عشان تورس نادرة جدا ولما تحدث بتورس امراض وراسية وسرطانات دي حقيقة مقاسة يتقال العيلة الفلانية عندها الجين بتاع سرطان كذا او العيلة الفلانية عندها المرض الوراسي كذا محدش بيقول العيلة الفلانية اتطورت بالحاجة كذا لا دي حقيقة مقاسة وبنشوفها وحياتنا العملية تقف امام الدعاء التطور وده ليس كلامي بل كلام علماء التطور نفسهم ايه لا وغيره كثير جدا وكلام ده اتنشر في المجلات العلمية سينتيفيك امريكا وغيره الطفرات نادرة وبخاصة الطفرات الجنسية اللي ممكن تورس هذه الندرة نلاقيها ما تكفيش ما تنفعش حتى تطور جنس لجنس اخر فما حال باقي الاجناس فكل خلية يوجد فيها ميكانيزمات عشان تمنع الطفرات اللي هي التغيرات احصى بعض الباحثين عدد الطفرات للاجياء اللي تنتج صفة جديدة وليس سرطان او تنوع فقالوا انه ميوتاشن راري اكير موست جينز ميوتات اوني وانس ان افري وانهندرد ساوزان جينراشن او مول رسورش استمات ذات يومن جين مي ريمين ستيبل فور وانده ميليون يرس مال فين مراحل تطور الانسان ومراحل تطور الاجناس اذا كان الجين الواحد ممكن يقعد له في الانسان مثلا ممكن يقعد اتنين مليون سنة يبقى ازاي الكلام ده ده يعني ندرة الطفرات المورسة واللخبطة تورس سرطان ما بتورسش صفة جديدة بل الاكثر انه من هذه نسبة الطفرات في الخلايا الجنسية زي ما قلت اقلب كتير جدا من الطفرات اللي ممكن تحصل في الخلايا الجسمية الطفرات اللي تحصل في الخلايا الجسمية لا تورس ده ليس كلامي بل اعتراف علماء جينات كثيرين جدا وكلام ده برضو تتنشر في ساينتيفيك امريكان وفي مجالة ساينس وغيرها وده يثبت خطأ ادعاء التطور زي ما شرح ادوارد كليمبرد ونشر الكلام ده في مجالة العموء علوم الامريكية الطفرات نادرة جدا انها تحصل في الخلايا الجنسية لكي تورس اه ممكن تحصل طفرات كثيرة في الخلايا الجسمية بس ده لا تورس القاعدة التانية فيه علم الجينات عن الطفرات وهي العشوائية الطفرات ده مش شيء منظم يفضل يحط طوبة على طوبة وخطوة على خطوة وكود على كود وبتاعه لغاية ما يطلع بجين جديد يبديك صفة جديدة كلام ده غير صحيح بالمرة الطفرات ده تغيرات عشوائية طفرة واحدة طبعا لا تكفي لحدوث تطورة لكن انا لو عايز صفة جديدة انا محتاج جينات كتيرة كل جين منها محتاج طفرات كتيرة كل طفرة تكون متتالية مرتبة منظمة هادفة تضيف لكن ده عكس اللي بيحصل الطفرات لو تمت بتمت طريقة غير منظمة فالطفرات عشوائية غير هادفة وده حقيق عشان توضحها نزل الطفرات ده غير هادفة غير عشوائية انسان يمشي في الظلام دامس في منطقة كلها ألغام وعايز يوصل للهدف هو مش عارفه فحتى لو بالصدفة عبر خطوة صحيحة الخطوة التالية هيكون فيها لغا ما يموت مش هيستفاد من الخطوة السابقة الموفقة فلو حصل فيه طفرات حطيتلي كودين تلاتة أو كود واحد أو حتى كودون صح محتاجه علشان ده هيكون حمضة أمينة عشان يكمل عليه لغاية ما يوصل للبروتين الجديد اللي أنا عايزه الحقيقة حتى لو حصل واحد التاني مش هيبقى صح عشان كده نلاقي ان الطفرات العشوائية لا تتجمع مكونة شيء واحد مفيد بل هي غالبا ضرة وتسبب سرطان أو موت والقلة يقود لتنوع فلو حدث الطفرة بين قصين مفيدة رغم للم يثبت ان هناك طفرات مفيدة قبل ده ما يحصل واحدة تانية مفيدة حتكون حصلت عشرات الطفرات العشوائية فتبقى مضرة قاتلة وينتهي الأمر ده كلام ده مش بس كلام ده اعتراف علماء التطور زي ايدن وغيره كثير من العلماء قالوا الكلام ده قالوا احنا عارفين برامج كمبيوتر المنظمة المصممة وبدقة لكن عارفين لو حصلت تغيرات عشوائية فيه برنامج كمبيوتر معقد حيطلع برنامج أفضل منه طبعا لا حيفسد ده في البرنامج فالجينات زيها زي برنامج كمبيوتر برضو مكتوبة بأكواد بأربع حروف زي برامج كمبيوتر المكتوبة بزيرو وان فلو حصل تغير عشوائي في برامج فأكواد برنامج كمبيوتر هيبوز أي تغير عشوائي فيه أكواد الجينات فساد وتلف فبكل تأكيد الطفرات هي فقط تفسد الجينات مش بتطورها فمثلا لو انت عايز مية طفرة عشان تحصل على جناح جديد عشان الكائن يطور مثلا من زاحف لطائر واحدة ممكن تحصل هنفترض ان هي مش مضرة تحصل تنوع في الجلد لكن الباقي لا يا إما مضرين يا إما هيكونوا في اتجاهات تانية خالص ليس لها أي علاقة بالجناح لكن هيكونوا مضرين فيبتهي الموضوع على كده الحاجة القاعدة التالتة ناسف ان الطفرات غير مفيدة دي نقطة معروفة اسأله أي طبيب وخاصة الطباء السرطانات حيالك الطفرة دي غير مفيدة الطفرة لما بتحصل بتبقى كارسة بتعمل سرطان لو عدت التطور يحتاج ان الطفرات تحسن تضيف ده غير صحيح الطفرات ضارة مولر الحاصل على نوبل في العلوم المتخصص في علم الجينات اعترف بان الطفرات مضرة فقط الطفرات ايه؟ الطفرات المفيدة نادرة جدا وندرة من انه وجهة نظر انت انت ما يعتبر اسف ومفيدة من انه وجهة نظر لكن من ندرتها وان هي مش مفيدة بالشكل احنا متخيلينه احنا ممكن نعتبر علميا ان كل الطفرات مضرة ده واحد حصل على جائزة نوبل في العلوم متخصص في علم الجينات ووضح الكلام ده وهو ما يقدرش يخالف الكلام ده لان دي قواعد الطفرات ف99 و99 من 10 ده مش نتيجة انتخابات رئاسية دي الحقيقة من الطفرات مضرة او قاتلة وتسبب سرطانا حتى الواحد من 10% من الطفرات اللي بتعتبر نافعة هي اكشولي مش نافعة هي حسب وجهة النظر اللي بتفيدها ايه؟ هي ما تفيدش للتطور هي فقط بتقود الى بعض التنوع بحد اقصى والكلام ده برضو اعترفوا به العلماء بما فيه متطوريين زي جوليان هكسلي في كتابه Evolution in Action قال الكلام ده ودي اشكالية فمثلا فيه تطور عضو زي ما قلت المثال جناح مفترض ان انت عايز لك مين طفرة جديدة تضيف لك معلومات جديدة وكلهم يبقوا مفيدين عشان يكتمل ده ما يحصلش فلو حصل الطفرة من المية تسبب تنوع تنوع في الجلد هيحصل بعدها 99 طفرة ضارة معظمهم 100 فبالطبع مفيش حاجة اسمه تطور مفيش فرصة للتطور الخطوة للامام تحدث تنوع وتسعة وتسعين خطوة للخلف تحدث تدهور ده مش تطور فمثلا لو تحتاج 100 طفرة تنتج جناح ممكن تحصل طفرة تحصل تنوع في الجلد طب والباقي كلها طفرات ضارة موت كده ما حصلش اي اضافة فالطفرات السيئة الكثيرة كمان بتتجمع وعشان كده بنلاقي الامراض الوراثية بتزيد لان الطفرات الضارة هي اللي بتتجمع وبتسقل الكائن فحتى لو ما كانتش واحدهم مميتة مباشرة فهو باستمرار الزمان هتفضل تتجمع عنده الطفرات الضارة ويبقى اللي ما تغيرش وعشان كده قالبا الأفراد ده هي اللي بتفنى وبيفضل اللي ما حصلت لهش طفرات كتيرة عشان كده اعترف ألبرت جريجوري الشهير والحاصل على جائزة نوبل مرتين شرح ان ادعاء الطفرات التدريجي ده خطأ ولا يمكن ان ينجو اي كائن ولو لحظة لو لم يكن مكتمل بكل وظائفه وكلها تعمل بطريقة جيدة وإلى الانتخاب حيفنيه انت عايز كائن يحصل له مية طفرة كلهم مفيدين ويضيفوا معلومات جينية جديدة عشان يطلع له جناح طب طفرة حصلت حصل التغير في الجلد ده ما هفتش حاجة لكن الطفرة التالية قصرت الحتة الفلانية بوازت الحاجة الفلانية الانتخاب الطبيعي يفضل يفني في الكلام ده مش هيحصل تطور ده الكلام ده قالوا علماء حصلين على جوائز نوبل وقالوا الكلام ده القاعدة الرابعة ان الطفرات ليست اضافة الطفرة مش بتضيف حاجة جديدة الطفرات دي تغير دي مش بتضيف معلومة جينية جديدة ليس لها وجود سابق فالطفرة التغير مش اضافة وزي ما شرحت سابقا بشيء من التفصيل في موضوع الشربة العدوية ان احتمالية تكوين جين جديد ليس له وجود سابق يخالف الطبيعة تماما لا يحدث انت لو عايز جين من الف كود يترتب بالطريقة صحيحة بالطفرات العشوائية لا يحدث الكلام ده ويتعدى حد الاستحال احتمالية حدوثه ولا عندك الزمن عشان يحصل فيه لكن الطفرة هي ايه تغير غالبا تفسد ونادرا تقود للتنوع لكن لا تضيف معلومة جينية واحدة وحتى الان لم يثبت يوجود جين جديد تم اضافته على اي جنس من عدم وجود سابق فالطفرة تغير ليست اضافة مش اضافة معلومة جينية مش هتضيف جين جديد ما كانش ليه وجود سابق فطالما هي مش بتضيف شيء جديد ده مش هيفيد التطور التطور محتاج الكائن يكتسب جينات جديدة معلومات جينية جديدة عشان يتطور كائن الاولي الابخالية واحدة بسيط جدا وجينات قليلة جدا تكفي ادوبك ينقسم ذاتيا واستمر يكتسب جينات 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 لغاية ما وصل لكل الاجناس بما فيها الانسان ده عمره ما حصل لان ما فيش حاجة اسمها طفرة تضيف جين جديد بمعلومات جينية جديدة من عدم وجود سابق ده خيال ده خطأ ده ضد قوانين الطفرات والجينات وده اللي برضو اعترف به العلماء زي رستان وغيره وده احد علماء التطور الطفرة لا تخلق شيء جديد لانها ليست اكتسب معلومات جينية جديدة ادي الكلام مفيش اضافة بالطفرات بمعنى برضو نفس الفكرة لو عايز جناح وعايز 100 طفرة عشان تطلع للجناح ده انا عايز 100 طفرة جداد يضفولي 100 جين جديد بمعلومات جينية جديدة ليس لها وجود سابق فطفرة تحصل تغير تنوع في جين موجود في مثلا الجلد او غيره لكن لسه عايز 100 جين دي مش ما اضافتليش معلومة جينية جديدة ده فقط تنوع لكن لسه عايز 99 جين اخر جديد يدوني معلومات جينية جديدة دي ما بكتسبهاش الكائن من العدم الطفرات لا تضيف جينات ليس لها وجود سابق باتها تفسد الجينات الطبيعية الموجودة ومصممة والحقيقة لا يستطيع واحد يقدم مثال واحد على ان في طفرة انتاج جين جديد ليس لها وجود سابق لان ده لا يحدث وعلى فكرة حد احاول احدهم وقاب لي موضوع من اوكسفورد وكل اللي كانوا بيقولوه في هذه المقالة وهذا البحث مي بي مي بي مي بي لكن هل تم حدوث هذا الامر في الاخر اقرر ان هو ده ما حصلش وما شفهوش لكن هو يكون بيحصل فطفرة تغيير في تعبير الجين يقود للتنوع او اضافة من جين موجود بالفعل من مكان لاخر تحدث تنوع او تحدث سرطان او يحزف جين فيحدث تدهور وتشوه لكن ما بيحصلش جين جديد بمعلومات جينية جديدة يضيف لي المعلومات الجينية الجديدة دي ليس ولها وجود سابق لا كلام ده قالوا كثيرين واعترف بي بما فيه ريتشارد دوكنز وقال الكلام ده القاعدة الخامسة او القانون الخامس الكل سيتأثر لان الجينات تعمل جماعية الموضوع مش جين جديد يديلك صفة جديدة الكلام ده غير صحيح الجينات لا تعمل بمستوى فردي ما فيش حاجة اسمها جين يعمل لوحده بس دي حاجة نادرة جدا في الجينات اغلب الجينات لا تعمل باستقلالية اغلب الجينات تعمل جماعة فوظيفة واحدة ما بيقومش بيها جين فوظيفة واحدة بتحتاج عدة جينات والجين الواحد غالبا بيدخل في عدة وظائف ايضا واحيانا ندخل في وظائف تعبيرية وايضا وظائف تحكمية فلو حصلت طفرة في جين حتى لو افترضنا جدلا هتكون مفيدة في شيء هي هتكون مضرة في نفس الوقت بل مميتة لوظيفة اخرى مهمة برضو الكلام ده مش كلامي كلام ده اعتراف العلماء زي ارنس مير وغيره شبهة البرت جريجوري الحاصل على جائزة نوبل بزي اللي يوقع ساعة سوسرية على الارض فيكسر واحد من تروسها فيتوقع ان الساعة السوسرية بتاعته تطورت لساعة افضل من القديمة ده ما يحصلش لان تروس من البداية مصممة لكي تكون متناسبة كلها معا للساعة دي اللي تعمل من الاول بطريقة جيدة لما تكسر ترس فيها مش هتتطور هتبوز بنفس مثال الجناح اللي عايز ميت جين الجنات دي انا ما بحصلش على جين يديلي صفة جديدة زي الجناح لكن لا لكن ده جين كل منهم مشترك في اكتر من صفة والصفة دي محتاجة اكتر من جين ما قدرش اضيف ولا احزف من منظومته شيء لان لو اضفت شيء اختلت المنظومة والعدو الخمس حقائق دولة والخمس قواعد دولة توضح انه لا يحدث تطور بالطفرات من جنس الاخر كلام ده لا يحدث بالمر لكن الطفرات بتعمل ايه؟ تغير وتشوه وسرطانات وفناء حاولوا يعملوا بمثال وجابوا جنس شهير في سريعة التناسل وقال وعبوجينات وبسيط وكروموزومات بتاعته قليلة ومشهور جدا في استخدامه في تجارب الكائنات اللي زي كده فمثال شهير جدا استخدم فيه دراسة الوراسة اللي هو زبابة الفكهة وحاولوا يقوم بكل التجارب اللي يقدروا عليها عشان يخلوا زبابة الفكهة تتطور ويحدث ما هو اعلى من حدود التنوع ان يطلع جنس اكثر تطور بموضوع الطفرات طبعا زبابة الفكهة الشهيرة واستخدمت في دراسة الصفات الوراسية بوسطة مندل وغيره وتدرس من 150 سنة وبتقام عليها تجارب 150 سنة فيها مناسبة جدا لحدوث التطور لقصر العمر اجيال كتيرة كثرة الانتاج قلت على ديجينات المطلوبة عشان تتطور واجروا كل المحاولات الزكية اللي يقدروا عليها وعمر ما في زبابة الفكهة تحولت من جنس الاخر بل ايه؟ استمرت زبابة فكهة من ضمن المحاولات عشان يزودوا معدل الطفرات مئات الاضعاف عراضوا البيض لظروف مؤسرات مختلفة امواج صوتية مختلفة تغذية مختلفة اشاعات بانواع مختلفة ضغوط مختلفة امواج ضوئية مختلفة كيمويات مختلفة وكان نتيجة ان زبابة الفكهة اكتسب جين واحد جديد لا ما حصلش اتطورت لحاجة لجنس اخر لا ما حصلش كل ده كان بيعمل ايه؟ عيوب عيوب كثيرة جدا طلعت زبابة فكهة اعمى زبابة فكهة اجنحته ضعيفة اجنحته مكسورة ما فيوش اجنحة بعضها اصبح ينتج زبابة ميت وغيرها كتير جدا وزادت نسبة الوفيات او لا زادت نسبة الموت في زبابة الفكهة فرغم العيوب المختلفة بسبب الكامويات او الاشعة او غيره لكن ايه اللي حصل لزبابة الفكهة؟ ظل لزبابة الفكهة اه كتير منه اتضهور ومات لكن استمر الزبابة الفكهة لاجيال كثيرة جدا لعشرات السنين وما تغيرتش لجنسة اخر على الاطلاق وهذه المؤسرات نتجتها كانت ايه؟ اكتسب جين واحد جديد؟ لا اكتسب نتائج سلبية يعني عيوب خلقية لا تورس وقلة منها وصيبت اكشول بعيوب جينية ورست جعلتها تتدهور زبابة الفكهة بتنتج جيل جديد مش زينا كل 25-30 سنة ده كل 8 ايام جيل جديد الاسبوعين يعني اجيال كثيرة ما بتخلفش 2-3 زبابة الفكهة بتنتج من 100 الى 400 بيضة في الجيل في اليوم البيضة دي بتفقس خلال 15 ساعة الى يوم كمان ما عندهاش 46 ولا 48 كروميزوم ده كل اللي عندها 4 كروميزومات بس يعني السنة في تطور زبابة الفكهة تمثل الانسان في 3 مليون سنة يعني سنتين زبابة الفكهة اكتر من العمر اللي تطور فيه الشمبانزي او الجد المشترك ما بين الانسان والشمبانزي للانسان ده تقدر في سنتين ورغم كل هذه التجارب الضخمة لم تتطور رغم انها اسهل بكتير جدا في التطور للمحتاج الجيني القليل وكثرة الناس فكيف اقبل انها لا تتطور تحت كل ظروف الطبيعية والمعملية وغيرها وان المفروض الانسان تطور كتير جدا من تيتا لوسي في خلال 3 مليون سنة القردة لوسي لغاية ما بيئة انسان تدعي ان الحيوان يتطور الى جنس اخر في 3 مليون سنة طب اهنقدر نختصرهم في سنة من زبابة الفكهة وما حصلش اهل يثبت ان خطأ التطور والتطور ما يحصلش ما جربوش على زبابة الفكهة جيل ولا اتنين ولا تلاتة ولا يوم ولا اتنين ولا سنة ولا غيره جربو لمدة 30 الف جيل في 150 سنة بالأحاس اللي تجرى على زبابة الفكهة جربو كل ما يستطيعوا من عوامل ولم تتطور زبابة الفكهة واستمرت زبابة الفكهة كما هي او انسال كتير منها تدهورت وماتت بسبب اللي بيعملوه العجيب بعد فشلهم هل يعترفوا ان التطور فشل لا دي عقيدة ما اقدروش اعلنوا وكده اعلنوا ايه قالوا زبابة الفكهة كانت وصلت لأعلى مرحلة من التطور وعشان كده ما قدرناش نطورها ايه رأيكم اه دي الكلام اللي بيعملوه وعفرت بعض العلماء مثل لاني لستر وغيره قال انه زبابة الفكهة رفضت ان تصبح اي شيء اخر الا زبابة الفكهة تحت اي ظرف من الظروف نفس المثال كائنات كتيرة بكتيريا الاشري الشوكولاي على سبيل المثال وديه الدراسة او البيبر بتاعتي كانت فيها الاشري الشوكولاي بتنقسم كل 15 دقيقة وطبعا حاجة الجين الكود بتاعها الاكواد بتاعتها بسيطة في الجيل الواحد للانسان اثناء حياة الانسان 25-30 سنة يكون طلع مليون وربع جيل من الاشري الشوكولاي فاذا كان الانسان مش بيدرس البكتيريا لمدة سنة ولا سنتين ولا جيل من الانسان ده من قرن من الزمان واشري الشوكولاي عمرها متغيرة لجنسة اخرى يعني عندنا 3 اجيال للانسان يساوي أربع مليون جيل للاشري الشوكولاي وما تغيرتش فازاي افترض ان الانسان اتطور من قردة بيثيكاس لانسان من 2 ل 3 مليون او في 60 ألف جيل فقط افترض ان الانسان تطور في 60 ألف جيل وانا عندي 4 مليون جيل لاشري الشوكولاي الابسط منه بكتير وعمرها ما تطورت والمقياس ده بسيط جدا ده لو وضعنا في حسابنا نقطتين اخرين وهو الاول كمية التغير في جينات البكتيريا عشان تتغير لجنسة اخر مقارن بكمية التغيرات اللي عايزها في الجد بتاع الانسان اللي هو الارد عشان يبقى انسان البكتيريا بيها 4.6 مليون قاعدة جينية بتكون 4.288 جين معبر الانسان فيه 3.2 مليون قاعدة جين يعني بتتكلم على داخل على 900 ضعف والانسان بيه حتى الان اكتر من 22 ألف جين معبر ينتج بروتينات وغيرها من الجينات التحكمية وهكذا لو حطيت لتنين مع بعض انت بتكلم بنسبة 670 ألف الواحد تضاف النسبة السابقة بمعنى عشان تتغير الاشريشا كولاي في سنة من جنس لجنسة اخر ده اللي المفروض يساوي تغير الانسان وتطوره في 821 بليون 688 مليون سنة يعني بنفس النسبة لو كانت الاشريشا كولاي تحتاج سنة عشان تتطور الى جنسة اخر كان الانسان يحتاج 821 بليون سنة عشان يتطور لجنسة اخر يعني اطول من عمر البشرية وعمر الكون والاشريشا كولاي اصلا في هذه السنة ما تطورتش لجنسة اخر فزاي نؤمن ان الانسان تطور رغم ان الجينات تثبت الكلام ده غير صحيح اذا بالارقام ان الانسان تطور فيه خلال اقل من 2-3 مليون من كائنات تشبه القردة الى الانسان العاقل كلام ده خطأ مقارنة بالاشريشا وزبابة الفاكهة وغيره فده مرفوض مقييس علمي فالطفرات لا تقود للتطور وده القاعدة التانية المبنى عليها الدروينية الحديثة وايضا خطأ فليدرس الحقيقة الجينات بعمق يتأكد انه لا يحدث اضافة ولكن تضهر والانتخاب لا ينتخب طفرات لا تحدث بل الانتخاب الطبيعي بحارب ضد المعيوب لو حصلت له طفرة بيشيره على طول ده يشير لشيء واحد فقط وهو ان الكائنات اتصممت اتخلقت بهذه الصورة زي ما قال الكتاب المقدس وتنوعت لكن ما اتطورتش وبالطبع خلقت وتصممت بوسطة مين بوسطة مصمم اله خالق ومش اي اله لكن اله مصمم زكي عارف ازاي كمان على مستوى الخلية يعالج ما بها اخطاء لانه يعرف اللي بيصممه وايضا يقدر يعطي طاقة لخلية ميتة فتاحة لانه خلقها لانه ليه القدرة انه صممها انه يقدر يقومها من الموت ويشفي امراض يعني اتغير دانمكية في خلايا للقدرة ان يعطي اللي يؤمن بي انه كمان يقدر يقوم موته ويشفي مرضى طبعا ده الاله الخالق الكائن الرب يسوع المسيح يهو بل لما قدمت جسده الطاهر عنه فداء لخطيانة كان ليه القدرة انه يقيم جسده بعد ثلاثة ايام وشهود كثيرين على ذلك قبل الموت نظير شهادة انه ده حصل وانه هو الخالق وانه قام من الاموات عشان يفضينا وينتظرك ان انت تبقى حقيقي انسان امين في تفكيرك وتأتي اليه ليقبلك ابن وتكون معاه في ملكوت السموات وتفكر تفكير صحيح مش تؤمن بكذب فقط هدفه ان يبعدك عن الايمان والمجد لله دائما واسف لو اختأتك اشتركوا في القناة